كنت عندي المرضية الدوالي لفاريس كان عني منهم شي عشر سنين تقريباً وكنت تندوز في قادير وكندوز في الرباط كي خرجوا للدواء ولكن هذا الدواء كان غي كي كارميلي ما كان شاتي يدعطي لي زعمات شي لتأيج ليهما مرضية كان الألام وكان رجلية قلعية وكنت كان نطلع تنعاني لبغن نطلع في الدرج تنطلع فيهم بصعوبة بزاف وصعوبة تنطلع في اللفاريس الدكتورة أمنية بن كيران جاءت الصعود وثلت على بمضال قطعة لفاريس التجاهة أولاد في القادمة في براءة وكان صادق الحالة مستشفى للمرحلة لم ياتش يعلم على إلاج ونفهم لحل الوحيد أن تكشفى للعمل كان لدي تخوف كبير حيث أمر صعود معنا من مرض السكاري كان عندي واحد تخوف كبير بززاف الناس كيقول لي كيرجعون الناس كيقول لي راتي يديروا لي مغاجي الجراحة دي المنصص كرمتها براشا يمزيان حتي كان ديرنا لانسولين المهم شجعتني قلت لي راه هذا العيل متطور وهالجراحة دي الدوالي وصلت واحد المرحلة اللي هي بزيانة را ما كان له معاناة ما كان لنا أسفل الكلينيك ما كان بمهركة توقفي إلى رجلك وصافي عزمت وتوكلت على الله وفتحتهم عندهم هنا والحبد الله كانت نتيجة دي الأعمالي انها نجحت مية في المية خرجت في النهاري واقفة إلى رجلية من الكلينيك كانت تمشى بخير وعلى خير ما كان عندي لها مشكيل لا جروح لا إموغاجي لا حتى شي حاجة رحم الله ونشكرو كانت نتيجة مرضية مية في المية نظراً البون دياغنوستي قدرت دي الدكتورة أمنيا بن كيران لجازيها بخير ونظراً حتى الدكتور الاسري جابرييل كانت تقريبون أوبيراسيون رحم الله ونشكرو تنعم تناكل تنخرج ونخرج لا يوجد أشكرو بدون مضاعفات بدون جروح بدون تأثيرات جانبية اللهم لك الحمد والشكر تنصح جميع السيدات المرضى بالدوالي لا يخافوا ونستخدم العلاج اللي وصلت الحالة ديالو متقدمة بحال ديالي رغا يدير العلاج ورغا ينجح بيها في المية يكونوا على يقين ان شاء الله تكون كل شي بي خير وعلى خير أنا تنحمد الله ونشكره أن أمور العملية أنتكت بيخروا على خير تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا